هذا ناندو بطل فيلمنا النهاردة وفيلمنا بيبدأ وبيلقي الشاب غني جداً وعيش حياته معتمد على فلوس أبوه وبيقضيها خروجات وصهر في كل مكان وده بيكون أبوه بيحب يساعد الناس بالرغم انهم أوقات بيستغلوه بيتحاكوا عليه وبنشوف العلم تجمعهم مبسوطين وحياتهم سعيدة ومستقرة أما ديفا بيكون خطبته بلافي وهم الاثنين بيحبوا بعض ويتجوزها قريب جداً وبعد فترة بيلاقيه في لندن وبيعرف ان أبوه عمل حدثة وبيكون متفاجئ ومش عارف يتصرف ازاي فبيقرر يرجع الهند وبيعمله مراسم الجنازة وبعدها بيروح شركته وبيقابل واحد اسمو سامبا وبيعرف ان الأسهم الخاصة بشركتهم انخفضت ومفيش سيولة مالية وتم إعلان إفلاسهم وبيكتشف ان أبوه أخي كارد ومش عارف سيسدده ازاي وبنلاقيه متفاجئ ومحتار وعلشان يحل المشكلة بيتطر يتنازل عن كل ممتلكاته للسيد سامبا ومفيش حاجة ممكن يعملها تاني وبعدها بيقابل حبيبته وبتخلع له ختم الخطوبة وابوها بيفاركش مع الجوازل انه بقى فقير ومستوى أقل منهم وهو مصدوم وصعبان نفسه عليه ومش قادر يصدق اللي بيحصل وساعتها بيرجع لأهله وبيباع كل المجوهرات واي حاجة مهمة ممكن تساعدهم وبيخرجوا من البيت علشان يعزله ويروحوا المكان جديد ولما بيوصلوا بيشوف أخو بيكلم نفسه لأنه مجنون وحالته النفسية صعبة وده بتكون بنت أخوه بنلاقي بيحبها جدا وممكن يعمل أي حاجة علشانها وبعدها بيجيلهم صاحب الشقة وبيتكلم عن أبوب طريقة وحشة وبيدايق فيهم فبيضطر ناندو يضربه بالقلم وبيقول له أبويا دايما كان بيساعد الناس وتاني يوم بياخد بنت أخوه ويروح يقدم لها في مدرسة خاصة وتكلفتها بتكون 20 ألف وهو ما بيكون معا فلوس ومع ذلك بيوافق وبعدها بيدخل الحمام وبيحلق دانه وبيساب حياته رفاهية وبينشوفوا لابسه متشيك وعايز يدور على شغل ومع الوقت بيبدأ يتعود على حيات الفقر وبيتقلم عليها وعايز يساعد أهله بأي طريقة لحد ما بيروح لواحد صاحبه من أيام الكلية علشان يشغله في شركته وبيخليه تعاين منظم حفلات زفاف وهيديله فلوس كتير جدا وهو بيوافق بسرعة وبيحضنه من كتر الفرحة وفعلا بيركب العربية وبيكون في الطريق مع المساعد لحد ما بيوصل للمكان وللاسف بيكتشف ان العروسة هي خطبته القديمة فبيكون متضايق وبيكلم صاحبه في التليفون وبنعرف انه كان قاصد لانه زمان خد حبيبته منه وساعتها بيتطر يوافق علشان ما يخسرش الوظيفة ولما خطبته بتشوفه قدامها بتحرجه وبتسأله ايه اللي جابك وبتعامله بطريقة وحشة وبتقوله انها تحب عرسها وبعدها بيجي الليل وبيشوف ساميره مسكة السجارة وبتشرب خمرة وبيفضل يبصي لها وشكلها داخل دماغه لكن بيطلعه بطاقة شخصية تانية وهي مسكة هوملو لحد ما يرجع وتاني يقوم بيلاقيها موجودة قدامه وهو فاكرها مدمنة وبتاعت مخدرات وبيستغرب كل تصرفاتها وبتاعت من على السلم ومش قادر تتحكم في نفسها وبيكون شكلها وحش جدا ومحرجة من الموقف وساعتها تليفونها بيتبدل مع جهاز اللاسلكي بتاعه وبعدها بتروح للعروسة وبتسألها عن نندو فبتعرف انه كان خطبها وهي فركشت معاه فبتقولها احسن وعملين بيتريعوا عليه وبتتفاجئ اول ما بتعرف ان نندو كان سامع كل حاجة وبيرجع لها تليفونها وبياخد اللاسلكي بتاعه وبعدها عم العروسة بيوصل للمكان وبيرحبه به ولما بيكون نندو شغال سمى بيكون في الفرح وبيشوفه قدامه وبيفضل يتريق عليه وبيعرف الناس انه كان غاني ودلوقتي خدام وده بيخليه مضايق جدا ومش عارف يرد عليه وساميره واقفه وبتزعل اول ما بتسمع حكايته وبعدها بتروح له بتحاول تهون عليه وهو بيفضل يعيط لان الناس بتتكلم عن ابوه بطريقة ومحدش حضر جناسته بالرغم انه كان دايما بيساعدهم وبعدها بيكرر يسيب المكان ويمشي لكن اهله بيكلموا في التليفون وبيفتكر انه لازم يشتغل علشان يصرف عليهم ويعلم بنتخوه فبيقرر يرجع في كلامه ويستحمل الاهانة اللي هو بيشوفها ومن ناحية تانية بيلاقي العروسة بتعيط لان عمها سرق فلوس المهر وابوها عمال بيفكر ومش عارف هيتصرف ازاي لحد ما نندو بيقطع كلامه وبيقولهم الفرح مستحيل يتلاغي وانا هرجع لكم الفلوس خلال ساعتين فبيروح لما كان بيبيع خمور لان عمها دايما بيسكر وبيوري صورته للناس وعايز يعرف مكانه لحد ما بيشوفه قدامه ومع شنطة الفلوس ولما بيطوبها منه بيكون رفد يدهاله وبيرميها لابنه علشان يهربيها لكن نندو بيروح وراه بيفضل يدرف كل رجالته ومحدش بيكون قادر عليه وساعتها بيمسكه ساميره وبيغبطوها في العربية وبتفقد الوعي بتاعها وهو بيضايق جدا ويدافع عنها وبيخلص عليهم كلهم وبيقدر في نهاية الامر يرجع الفلوس علشان الفرح ميتلغيش وبعدها ابو العروسة بيشكر نندو على كل حاجة عملها معاه وبيتأسفه ندمان علشان تخلى عنه في شدته وبعدها بلافي بتروح لنندو وبتطلب انها ترجع له لكن بيرفض وبيقولها اننا ما بقيناش ننفع لبعض وبيتمنى ليها حياة سعيدة وبيكون مسامحة على كل اللي فات وساميره بتكون فرحانه وعملها بترقص علشان مرجعش ووقتها بتقوله انها مريضة سكر وبتاخد حلويات مش مخدرات زي ما هو فاكر ابو بلافي بيدي له شيك بالمبلغ المتفق عليه ومع مرور الايام بيروح لبيت ساميره علشان يطلب ايديها لكن بيكتشف ان ابوها هو سامبا وكالعادة بيفضل يتريع عليه علشان فقير ويرفض الجوازة وبيقول له ابو غشاش وضحك وساعاتها بيوريه ملكية ارض كان باعة عليه وفي نفس الوقت لها مستندات مع واحدة اسموديفا ومش عارف يأخذها منه وللأسف بيكون زائم عصابة وعنده جيش كبير والذي يقف قدامه يقتله وبيعرض عليه لو عارف يجيب له مستندات الارض سيجوزه بنته ويرجع له ممتلكاته فبيقول له خلال سبع ايام هرجعلك اوراق الملكية وهخليك تتأسف لانك ظلمت ابويا وتاني يوم بيركب القاطر علشان يروح لديفا واول ما بيوصل القرية وبينزل من الاوتوبيس بيلاقي حفرة ممكن تعمل حوادث كبيرة فبيحط خشبة وبيعلق فيها اوماشا حمراء علشان الناس تخلي بالها وبعدها بيروح للبيت بتاع ديفا وهو بيدخل المكان وبيعد على الكرس المخصص له ونندو وصاحبه بيتكلموا عن الراجل اللي واخد ارضهم بطريقة وحشة لحد ما بيعرفوا ان الشخص اللي قدامهم هو ديفا فبيتدايق منهم وبيمسك السكينة وعايز موتهم لكن بيرجع يعملهم بطريقة كويسة اول ما امراته بتدخل المكان وساعتها نندو بياخد باله بيستغل نقطة ضعفه وبيروح يتعرف على امراته وانهم ضيوف في القرية وانهم يعملوا شغل فبتعرض عليهم يعيشوا معهم في البيت ووقتها بيضمن محدش هيقدر يكلموا او يقرب منهم وبعدها ديفا بيؤمن رجالته يخطفوا سامبا وكل أسرته وفعلا بيركبهم العربية وبينفذوا تعليماته ويأخذوهم لبيت ديفا ويكونوا مستغربين المكان وسامبا بيزعق لنندو علشان هو السبب في كل المشاكل وهو بيطمنه محدش هيقرب منهم وساعتها بنلاقي ناس عايزين يموته ديفا ونندو بيدافع عنه وبيفضل يدرب فيهم وفي نفس الوقت بيخلي باله وبيعالي صوت الراديو علشان مراته ما تحسش بحاجة ولما بيكونوا على الأكل بيموت جباله لانه خاين وكان عايز يقتله وبيحطوا عليه الفوت علشان محدش ياخد باله وبيباني انه لسه عايش وبعدها بنلاقيه خايف مراته تعرف حقيقته وساعتها ممكن تسيبه وفي نفس الوقت بيروح لنندو وبيوافق يديله مستندات الأرض علشان أنقص حياته لا وكمان هيجاوزه الأخته فالي وهيخليه واحد من العيلة ووقتها ابن عمه بيقوله انا بحب أختك فبيرفض كلامه لأنه فرفور وبيخاف من شكل السكينة ونندو بيقعد مع صاحبه ومش عارف هيحله مشكلة تجاوزه من نقطة ديفا ازاي ومن ناحية تانية دي بتكون فالي وبتروح تقابل نندو وبتقوله انها مش موافقة على الجوازة لانها بتحب ابن عمها وبتخاف تعرف اخوها وهو كمان بيقولها انا بحب سميرة بيعمله مراسم الجنازة بتاع جباله وده بيكون اخوه اسمه فيرا وفيه عدوة بينه وبين ديفا وبيقرر ينتقم منه وفي نفس الوقت الكاهن بيحدد معاد الجواز ونندو مقبر يوافق لحد ما ياخد مستندات الارض وتاني يوم بيوصل للمكان اختي ديفا الكبيرة وجوزها كدارم وبيروح يقابل نسيبه وبيعرف انه بحب عريس فالي لانه انقص حياته شجاع وكالعدب يفضلوا يتريعوا عليه علشان جبان وده بيخليه متضايق جدا وبيقابل نندو وما بيكونش عارف انه هو العريس ونندو بيلاقيه عايز يتخلص من خطيف فالي ويموته فبيعمل خط عليه وبيبعته السنبا وبيحكول بعضه كل حاجة وبيديهم فرصة يفكره ازاي اقتلوه يبواز الفرح وهو فرحان لان الخطة اللي رسامها بتنجح وتاني يوم اهل نندو بيوصله المكان وللأسف امه علشان تعبانة ما بتقدرش تحضر وهتكون موجودة يوم الفرح وبعدها نندو بيقابل كدارم وبيقوله انا عندي خطة علشان تموت العريس وبيخليه كلم فيرا في التليفون اللي ديفا موت اخوه بيطل بيشوفه وفعلا بيروح يقابله وبيقوله اللي قاتل اخوك هو العريس وانه هيسهل دخول رجالته للبيت علشان ينتقم منهم وبعدها بيعمله احتفال قبل الفرح بيوم وساميرا بتزعق لنندو علشان موافقة جوز فالي وفي نفس الوقت كدارم بيقاف عند البوابة وبيقابل رجالة فيرا وبيدخلهم المكان وفالي بتنقذ ابن عمها من الموت قبل ما يفكر ينتحر علشان بتحبه وساعتها نندو بيقرر يساعدهم وبيطلب منهم يهربوا وما يخافوش لو خرجوا من القرية رجالة فيرا يموتوهم لانهم موجودين في البيت وهو هيقتلهم ويخلص عليهم وبيكون عامل حسابه على كل حاجة وساميرا بتفرح لانه لسه بيحبها وبتكتشف انها خطة وكان عاملها عليهم وساعتها بيعملوا الاحتفال وكلهم بيفضلوا يغنوا ويرقصوا ويكونوا فرحانين جداً وبعدها رجالة فيرا بيمسكوا حبيب فالي وعايزين يقتلوه لكن ديفا بيوصل وينقص حياته في اللحظة الأخيرة ونندو بيكون موجود ويساعدوا علشان يخلص عليهم وديفا بيضايق جداً وعايز يعرف من اللي ساعدهم يدخلوا البيت ووقتها بيعترف وبيشاور على جوز اخته بإنه السبب في كل حاجة فبيعمل رجالة يموتوه وهو بيخاف ويستخب قصة القش واخته بتترجاي سامح جوزها لكن بيرفض ورجالته بيغرقوا المكان بنزين وهو بيمسك الكابريت ويرمي عليه ونندو بينقص حياته في اللحظة الأخيرة وبيقول كل اللي بيحصل عبارة عن خطة وانا اللي عملتها ومحدش ليه زنب في حاجة وانه رافض يتجوز فالي علشان بيحب واحدة تانية وهي بتحب ابن عمها وكل اللي هام وياخد أوراق ملكية الأرض ويمشي وده بيخلي ديفا متضايق جدا وبيقرر ريبان قدام مراته بشخصيته الحقيقية وساعتها رجالته بيهجموا عليه وبيكونوا عايزين يموتوه وهو بيحاول يدفع عن نفسه ووقف قصادهم لحد ما بيدخل ديفا وعمال بيدرف فيه وعايز يقتله ووقتها أم نندو بتوصل للمكان وبتلاقي ابنها مصاب قدام عينيها وأول ما ديفا بيشوفها بيفتكارها على طول وبنعرف ان فالي كانت ماشي عكس الطريق وللأسف خبطت في عربية ابو نندو ولما بيكونوا واقفين بينقص حياة فالي وهو العربية بتغبطه وبنكتشف ان نيفيرا هو السبب وكان بيحاول قتلهم وبعدها بيدخل المستشفى وبنشوف عايز يقابل كبير القرية علشان يحل مشكلة الارض بتاعته لكن للأسف بيموت قبل ما بيقول على المكان بتاعها وساعتها فالي تتأسف لنندو لانها كانت السبب في موت ابوه وديفا بيرمي السلاح من ايده وبيرفض يقتله وبيجيب أوراق ملكية الارض بيسلمها لنندو وبيعتذر له على كل حاجة عملها معاه ووقتها بيأخذ المستندات وبيرح يسلمها لأبو ساميرا وهو بيفضل يعيط وندمان علشان ظلم ابوه وبيشكره علشان نفذ وعده ورجع له الأوراق قبل ما السبع أيام يخلصوا وبيعتذر لأسرته قدام كل الناس وبيطلب انهم يسامحوه ومن ناحية تانية فيرا عايز يروح لديفا ويقتله وابو بلافي عربيته بتشيل العلامة اللي حطها نندو بالصدفة نقسهم شركته ارتفعت ويقدر يرجع يمسكها من ثاني وساعتها بيكون فرحان ومش قادر يصدق نفسه والعائلة بتتجمع من أول وجديد وبيرجعوا لحياتهم زي زمان ومن هنا بيخلص فيلمنا لو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل الشراك لقناتنا فيلم فيحدوتا وفعل زر الجرس واستنونا في فيلم جديد